اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التزبيح الحلقة اللي فاتت اتعلمنا خطوات اختيار الحمل كنا واقفين نفس الوقفة دي ابونا واقف على باب الهيكل وقدامه مقدم الحمل وعلى يمينه حامل قرورة الابالكة وعلى شماله حامل قرورة المية ووقفين كده وعملين باديهم شكل صليب علشان الصليب هو اصل كل شيء وهو سبب الزبيحة اللي احنا بنقدمها في القداس وبونا اختار افضل الاربانات اللي موجودة في طبق الحمل عنده في طبق الحمل اما 3 اربانات او 5 او 7 او اي عدد فردي بحسب الاحتياج زي ما شرحنا لكن ما ينفعش يكون اربانة واحدة رغم انها برضو رقم فردي الواحد لكن عشان ابونا يبقى عنده الفرصة اللي اختيار افضل اربانة اه ما يبقاش في فرصة اه لامر واقع في الموضوع فما بينفعش نقدم اربانة واحدة اقل رقم هو 3 اربانات وبيرشم ابونا زي ما اتفقنا الاربان كله بالابركة لانه سبائح العهد القديم كانت دموية وبدون دم لا تحصل مخفرة زي ما علمنا الكتاب المقدس بعد ابونا ما بيختار الاربانة دي وحطتها على ايده على اللفافة زي ما احنا شايفين بيخش للهيكل ويقف على شمال المسبح ويحط اللفافة اللي معاه على المسبح وبعدين ياخد جزء من المية او شوية مية من الشماس ويمسح بيهم اربانة الحمل اللي معاه من كل الاتجاهات يعني علمونا واحنا صغيرين انه كده ابونا بيعمد الحمل لكن الحقيقة هو لفظ مش دقيق شوية لكن احنا مش بنعمل خطوات السيد المسيح في الجزء ده من القداس مش هنعيد مع بوديته مرة تانية في القداس لكن اللي يرجع لتاريخ الطقس يلاقي انه ابونا كان بيخسل ايده بالمية في الوقت ده فعصيرنا الحديث قدمنا شوية موضوع غسل الايد بقت قبل خالص تقديم الحمل زي ما شرحنا في حلقات قبل كده لكن الكنيسة ابقت على الحركة الطقسية دي ان ابونا يبل ايده بدل ما هيخسلها بقى هيبل ايده من القرورة اللي مع الشماز بشوية مية ويمسح بيهم قربانة الحمل من كل الاتجاهات يبقى يتأكد ان ما فيش اي شوائب علقة بالقربانة يتخلص من اي بقايا دقيق موجودة على القربانة عشان تبقى نظيفة ومهيئة انها بعد شوية هتتحول لجسد السيد المسيح بعد كده ابونا بيحط القربانة على اللفافة ويستكمل التذكرات اللي بدأها وهو واقف بيختار الحمل على باب المسبح او على باب الهيكل تذكرات اي حد عنده مشكلة اي حد عنده ضيقة اي حد مريض ابونا يبدأ يصلي من اجل المسيحيين بصفة عامة شعب كنسته عيلته واقرباءه ومعارفه يصلي من اجل نفسه خلاص نفسه وتوبته اي حد بعيد عن الكنيسة صلوات عميقة ابونا بيحط كل تلباته على الحمل على المسبح قدام ربنا في الوقت ده وبعدين يختم بالأواشي الثلاثة الاباء والسلامة والاجتماعات سلامة الكنيسة ورعاة الكنيسة الاباء والاجتماعات اللي هو الشعب الحاضر في الكنيسة بطريقة مختصرة وبعدين ابونا يلف الاربانة الحمل في اللفافة اللي معاه بالطريقة دي ويحط الصليب على اربانة الحمل بطريقة مائلة طريقة مائلة مش كده لكن كده ليه؟ إشارة إلى الشكل اللي كان واخده السيد المسيح هو شايل الصليب على كتفه في طريق الجلجوسة فأبونا بيعمل نفس الشكل ده الاربانة الحمل اللي هتبقى جسد المسيح بعد شوية يحطها على الصليب بطريقة مائلة ويبدأ أبونا يعمل ما يسمى دورة الحمل بيقف مرة تانية على باب الهيكل ويبص نحية الغرب ويرفع الحمل على راسه ويقول مجدا وإكراما إكراما ومجدا سلاما وبنيانا لكنيست الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية اللي هي علامات الكنيسة اللي احنا نعرفها إنها واحدة مقدسة جامعة رسولية وبعدين يقول مقدمة وشية الكرابين أذكر يا رب الذين أقدموا لك هذه الكرابين والذين أقدمت عنهم والذين أقدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي ويبدأ أبونا يتحرك ويعمل دورة حوالين المسبح ووراء الشماس حامل القرورة ووراء الشماس حامل المية ويعمل أبونا دورة وحدة حوالين المسبح ويرجع يقف مكانه تاني على شمال المسبح ليه أبونا عمل دورة حوالين المسبح لأنه المسيح جيه مرة واحدة إلى العالم اللفة دي الهيكل إشارة إلى المجيء المسيح مرة واحدة إلى العالم وكمان لما دخل المسيح في اليوم الأربعين الهيكل حملوا سمعان على زراعيه وبرك الله برضو سمعان الشيخ شال المسيح ولف بيه في الهيكل فأبونا بيعمل الحركة التقصية دي إشارة لهذا الموضوع وبعدين أبونا بيفك اللفافة ويمسك أربانة الحمل على إيده الشمال وكالعادة الثلاث سكوب دايما نحية اليمين ويقربهم للأبركة والمية ويبدأ أبونا يعمل الثلاث رشومات المعروفين باللحن المعروف بتاعهم على اسم الآب والإبن والروح الكدس ولما بونا دخل وعمل دورة بتاعة الحمل حوالين الهيكل كان الشمامسة برة بيرتله لحن ملحوظة يعني أقول لكم أنه يوم الحد الشمامسة بيرتله لحن قال لي له يا فاي بيبي وهو الحقيقة ده اللحن الأصلي لأنه زمان في بداية المسيحية كانت الكنيسة بتصلي يوم الحد بس يوم الرب هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فنفرح ونبتاك فيه لكن بعد كده في عصرنا الحديث لما بقى فيه قدسات في خلال أيام الأسبوع أضفنا لحن تاني قال لي له يا جي ايف مفقي يتقال في أيام الأسبوع وما بقى فيه احتياج في الصيام الكبير وصمني نوى أنه يبقى له ألحان خاصة أضفنا لحن تالت قال لي له يا اي اي اخون اللي بنقوله في وقت الصيام الكبير وصمني نوى المهم أن أبونا وهم وبيعمل الدورة دي بيكون الشمامسة برة بيصلوا لحن من الألحانة التلاتة دول وبعد أبونا ما بيخلص الرشومات التلاتة الشماز بيرد عليه بالطريقة المعتادة يوم أبونا يحط الأربانة الحمل في الصنية الصنية متغطية نص تغطية كده باللفافة زي ما احنا تعلمنا في فرش المسبح أبونا مجرد أنه بيرفع النجمة باللفافة ويحط الأربانة في الصنية برضو مع مراعاة أن الثلات سكوب نحية اليمين ويرجع النجمة واللفافة مكانها ويرشم رشمين مجداً وإكراماً إكراماً ومجداً للسلوس الكدوس في الحالة دي أو في اللحظة دي الصنية بقت إشارة للمزود اللي اتولد فيه السيد المسيح بعد كده أبونا هيبدأ يصلي صلاة الشكر صلاة الشكر اللي اتفقنا أن احنا بنبدأ بيها كل الصلاوات بتاعتنا أثناء أبونا ما بيصلي صلاة الشكر يبدأ يكشف الكاس وياخد الأباركة من الشماس ويفضيها فيه الكاس على شكل صليب وهو بيفضي كده الأباركة يعمل شكل صليب كل ده وهو بيصلي صلاة الشكر بعد ما فضى خالص الأباركة فيه الكاس يبدأ يزود ميا بيزود ميا في القرورة بتاعة الأباركة بحيث أن النسبة تبقى تلت وتلتين تلت ميا وتلتين أباركة لا يقل عن العشر ولا يزيد عن التلت الميا اللي أبونا بيضيفها وكمان يحطها في الكاس أيضا على شكل صليب ليه احنا بنحط ميا على الأباركة عشان المسيح لما الطعن في جنبه بالحربة خرج منه دم وماء علامة وإشارة على الحياة دايما الدم والمية إشارة إلى الحياة المسيح آه مات على الصليب بنسوته لكنه حي بلهوته فبنضيف احنا كمان ميا على الأباركة إشارة إلى الدم والميا اللي يخرجوا من جنب المسيح على الصليب وبعد أبونا ما بيخلص إضافة الميا بيدي القرورة مرة تانية للشماس ويغطي الكاس ويستكمل صلوات صلاة الشكر أو أجزاء صلاة الشكر بعد أبونا ما بيخلص صلاة الشكر بالطريقة المعتادة يصلي قوشية سرية اسمها قوشية الغطاء أو قوشية التقدمة قوشية الغطاء لأنه بعد كده هنغطي المسبح كله أو قوشية التقدمة لأنها بتتصلى على التقدمة اللي احنا اخترناها أو الحمل اللي احنا اخترناه في الأدس في هذه الأوشية قوشية الغطاء أو قوشية التقدمة أبونا بيرشم ثلاث رشومات على الأباركة وعلى الأربانة وهو بيقول لربنا باركهما قدسهما طهرهما وانكلهما لكي يكون هذا الخبز جسدك وهذا المزيج اللي في الكأس ايه دمك بعد أبونا ما بيصلي القوشية دي وأثناء كده بيكون الشمامسة بره بيصله اللحن المعروف سوتيس أمين أو أول حرفين منه سو لحن سو اللي هو اللحن الطويل بداية سوتيس أمين برضو بينكم سين عايزة أقول ملحوظة على موضوع الألحان إنه ساعات بنشوف إنه الشمامسة بدل لحن سوتيس أمين بيصله لحن تاني اسمه نصاف فتيرو نصاف فتيرو اتوضع اللحن ده في القداس لأنه كان في الوقت ده رئيس الكاهنة الأب البطريارك أو الأب الأسكف بيلبس الحلة الكهنوتية بتاعته في هذا التوقيت لما ترجع للكلمات بتاع لحن نصاف فتيرو تلاقيه بالعربي يا كل حكماء إسرائيل صناع خيوط الزهب صناعوا حلة هارونية طليج بالأنبى فلان فبتقال اللحن ده لأنه كان في الوقت ده رئيس الكاهنة بيلبس الحلة المزخرفة والحلة الكهنوتية بتاعته لكن دلوقتي في عصرنا الحالي بقينا بنلبس كلنا ورئيس الكاهنة بقى بيلبس اللبس بتاعه كله مع بداية القداس فمعدش فيه معنى هذا اللحن في هذا التوقيت لكن أبقت عليه الكنيسة في وقت وجود الأسكف لما بيكون الأسكف أو الأب البطريارك بيصلي القداس ممكن نقول له هذا اللحن نصاف فتيرو لكن اللي مش فهمه بقى أنا خالص أو مش ملوش موقع من الإعراب إن احنا بقينا نربط هذا اللحن بالعيد نيجي قد داس العيد نقول لحن نصاف فتيرو رغم إن الأسكف مش موجود أو الأب البطريارك مش موجود لكن برضو نقول اللحن ده فأصبح ربطنا هذا اللحن خليناها لحن عيد مش لحن حضور أسكف ودي ملحوظة لازم ناخد بنا منها المهم أثناء الشمامسة ما بيصلوا لحن سو أو لحن نصاف فتيرو أبونا بيكون هنا بيصلي قوشية الغطاء أو قوشية التقدمة بالرشومات بتاعتها وبعدين أبونا يغطي المسبح كله بالإبروسفرين ياخد اللفافة معاه ويغطي المسبح كله بالإبروسفرين يبقى كده أبونا غطى الكاس باللفافة اللي عليه يغطي كمان الصينية باللفافة اللي عليها وده في إشارة للتكفين تكفين السيد المسيح أو أجزاء جسد السيد المسيح بالأكفان وبعدين يغطي المسبح كله بالإبروسفرين وده إشارة للحجر اللي تحط على باب الكبر لما دفننا السيد المسيح حطوا حجر كبير على باب الكبر إبروسفرين أو غطاء إشارة إلى الحجر اللي تحط على باب القبر وقت دفن السيد المسيح وباللفافة اللي مع أبونا يعملها على شكل مسلس ويحطها على الإبروسفرين وده بيكون إشارة للختم اللي اتختم به القبر بتاع السيد المسيح لما دفنوا فيه وبعد أبونا بيغطي المسبح ويحط الختم بيلف حوالين المسبح من ناحية اليمين ويدي ميطانية للشماس أو للكاهن اللي معايا لو موجود ويخرج أبونا مع كل الناس اللي في المسبح كلهم يخرجوا برة عشان لما حطوا السيد المسيح في القبر يوم الجمعة العظيمة مساء كل الناس مشت من عند القبر كل الناس روحت من مكانها من عند القبر هكذا كل الناس اللي كانوا موجودين في الهيكل وقت صلاة الشكر بيخرجوا كلهم من المسبح إلى الخورس الأولاني ويبدأ أبونا يصلي تحليل الخدام احنا عندنا في القدس تلات تحليل التحليل الأولاني اسمه تحليل الابن وده صلناه في نهاية رفع بخور باكر وموجه لأكنوم الابن موجه للسيد المسيح وهو ده نفس الحل أو التحليل اللي أبونا بيصلهولي لما بروح أعترف في نهاية الجلسة الاعتراف أبونا يديني الحل اللي هو تحليل الابن النوع الثاني من التحليل في القدس هو تحليل الخدام اللي احنا هنصلي دلوقتي في نهاية طقس تقديم الحمل والنوع الثالث هيجي في نهاية القدس اسمه تحليل للاب وده بيتقال في نهاية صلاة الاسمة لما نيجي عنده نبقى نتكلم عليه تحليل الخدام بيكون نوع من أنواع السماح والحل للحضرين في القدس إن هم يتقدموا للتناول فأبونا لو هو لوحده معهوش أي كهنة تانيين أو معهوش شركاء تانيين بيقف على باب الهيكل وشه للناس ويقول تحليل الخدام لو معاه كهنة تانيين شركاء يقف وراهم أبونا يقف وراهم أو أحد الكهنة بقى مش أبونا الخديم يقف وراهم كلهم ويصلي تحليل الخدام أي أن كان الوضع أو البوزيشن اللي هيخد أبونا وهو بيصلي تحليل الخدام بيرشم خمس رشمات يقول عبيدك يا رب خدام هذا اليوم الأباء الكهنة أو الأباء الكهنة أو الأب الكهن مش لابسين مش لابسين أبيض مش هيشتركوا في صلاة الأقداس لكن حضرين يبقى دول الإكليروس ويرشم رشم ثالث وكل الشعب يرشم رشم رابع وضعفي يرشم على نفسه الرشم الخامس كل دول فليكونوا محللين من فم السلوس الكدوس والأباء الكنيسة إلى آخر تحليل الخدام وعلشان كده اللي جي متأخر بعد تحليل الخدام مش لائك إطلاقا أنه هو يخش يتناول وهو ما أخدش الحل اللي بيجي متأخر وما يحضرش تحليل الخدام كمان مش معنى كده اللي واقفين في الكنيسة حتى لو حضروا بدري وحضروا تحليل الخدام لكن هو مش بيعترف ملوش أب اعتراف عنده حاجة طعوقه عن التناول تحليل الخدام ده مش هينفعه مش هيبقى حل ليه أو بديل عن الاعتراف أو بديل عن سر الطوبة والاعتراف وقعادته مع أب اعتراف لكن في المجمل تحليل الخدام هو سماح سماح من الأب الكاهن الخديم اللي هو مسؤول عن الزبيحة سماح منه بأن اللي حاضرين دول مسموح له من هما يتقدموا للتناول في نهاية الأداس إذا ما كانش عندهم أي أي عواقق في اللحظة دي يبقى انتهى تقص تقديم الحمل اللي بدأناه من أول قانون الإيمان وننتهي عند تحليل الخدام بعد كده هيحصل إيه؟ هنخش في جزء جديد وخطوة جديدة من أجزاء الأداس خلينا نعرف إيه هي بنعمة ربنا الحلقة الجاي ترجمة نانسي قنقر